التحية خالصا لإخوة الأفاضل متابعين ومتتبعات لهذه القناة ما هي قناة ما هي زكاة كل ما في الأمر وأن الناس يحسون بشي حاجة كان هضروفها قبل أن ننسى أن نهي الشعب المغربي بفوز الفريق المغربي الفريق انتصر الفريق المهجارين الناس الملكية جرت عليهم من بلادهم حلت الباب وضربتهم المؤخرات وقلت له سير قطع البحر سير تموت سير فأنا بريئة منك وهذه الناس المهجارين المغضوبة عليهم من الضالين نخرجوا من بالمؤهلات اللي عندهم وبالإمكانية اللي تضعف قدامهم ديك الدول اللي يجاول عندها السطعوا يقول لي هو الناس ويقول لي هو محترميين ويقول لي هو فالمناكية كتردك أو تاني وكتركب عليك بالبارح وهذا الكلام موجه للفريق الفريق كامل الوطني الأغلبية إلا ميكن الكل ديالكم خرجتوه هاربين العلوية إذا بكت عيت لك بواق عاية وكتخرج تلبس القفطان وكتزراعية وكتقول لي كتهنيك التحدي الخطير احنا انا شخصيا كان اهضر على رأسها انا بغيت لكون كل النجاح ولماذا لا؟ الفوز والفوز وثم الفوز ولكن لا للركوع لأنا انا وكان هذا النداء موجه الخط المغاربة كامل هذا الناس اللي تجرع لهم من عقر دارهم وهربوا لأوروبا متسكعين مظلومين محقورين محقورين ولكن داروا شي حاجة كل هوا في الظروف ديالو الغيات سوف يخرج كغيات انك تربحوه واللي هو اللي يربح هذا اللي يجرع لك من الدار هو اللي يدير الغيطة ولي يدير الغيطة حسنا ماذا انت الهلاكية؟ انت الهلاكية؟ يا الطاغوت نسبة المشاركة ديالك فوز ابناء المغرب فاش فاش وقفتي معهم فاش درتينيهم باش كتفرحي بالفوز ديالهم هما اعطينا يعني المهداوي الملكي كنت قولتك مواطنين ما ننسوش الوطان وما خانوش احنا خوانا حد كنت تكلموا عن الحقوق ديالك ايها الزنديق وعلى وليداتك ووليداتنا كاملة احنا زنادقة قول لي انت دور نسبة المشاركة ديالهاديك الهمجية اللي عيش فيها انت اشنو قدمات لهادوك الناس اش كونات فيهم اشنو حب الوطن واحنا ما كنحبوش الوطن احنا ما كنحبوش الوطن احنا ما كنحبوش الوطن انت اللي كتحب الوطن هنا كان لديها موطن الكلbak صناعة الانتصار وطنق الملكية صناعة الأخ انت نضرب مع القجع ماشي او يصنع او ماذا يصنع المالك كتكتب على رأسك انا ارى ما عنديش بزاف ما يتقال هني الشعب المغربي ونحن الأحرار نبغينا للشعب المغربي هذا كيف فارق هذا كفارق وذاك الفارق لو كان عنده عقل كان يلعب في صفوف ديال الدول اللي استضافته لأن هذا إنسان خائل الوطن اللي استضافه هولندي وبلجيكي ولا ألماني ولا في المكتي فرنسي ولا عنقوك كونوك كنت لعب ضدهم ولي صالح من الملكي ماشي للشعب فا ما ستجينيش غريبة بعد انتهاء هاد هاد الدوري غتمشيوا تكوزوا عن صاحب الجلالة اللي جراع ليكم هنا ستبقى لو أطيني لكم من هم المكوزون اللي غيمشيوا عاو تاني من جديد لعن صاحب الدجاجة ويكوزوا ويقوزوا يدعوا الكتفوه ويقوزوا ويقوزوا لكتفوه لا ها واحد الأخ عزيز عليا هنا في الروم صدقوني يا أخوة المغربة لو هاد الفاريق اللي كبر في أوروبا وعلماته أوروبا ودرساته أوروبا وخرجاته أوروبا الوجود فهاد المرحلة تعاطف مع الشعب المغربي يدير لافتة مطالب إطلاق صراح المعتقلين أو ملاعبين هنا يديروا بحل الفاريق الإيراني والشعب الإيراني اللي يقول له كي يطلب ويدعي النهزام ديال الفاريق دياله قدام ما تدفعوناش بدون نصليوا باش تخسروا بغينا ربحوكم فاربحونا انتم مشاركة سياسية أوضاع مزرية اقتصادية اجتماعية تكون واحد الوقفة عندكم كي يحبكم الشعب المغربي كي نحبك أنا ويحبك الآخر واحد الوقفة نذكرك عليها وتكبار القيمة ديالك في العينين ديالنا كاملين وقفة وقفة مطالب اخذ اي مطلب من المطالب وديروا 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 40 مليون تابعكم وديروا 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 وغيروا وكذلك وكذلك وغيروا وغيروا اللعنة لديك الوالدين لما لا أعودوا لكم الحقيقة لا أعودوا لكم الحقيقة راني هربت ووجبت كنا وولدت كنا جياش وزياش عندما تسعود الأخوة كان يدخل المخدرات ببوهمات من رعاك أمك تصور أنت في المغرب كوراك سرير كوراك تشم لقيت دولة أعطيتك إمكانيات وكتشفوك وقالوا هذا عندهم مع الكرة ودفعوك ووصلتك بغينا قاع المغاربة يوصلوا ما شي فارق بغينا شعب الشعب المغربي يوصل ما شي الفاريق فيه 22 واحد ثلاثين واحد تلقجع دخلته دخلته تا السلطان السلطان دخلته أتاه التعليمات والتليفونات والخارجات والقفاتنا نتظروا من من أخواتنا المغاربة التي يلعبوا الكورا يكون لديكم موقف بصالح ذلك الشاب لا تقول لي لا تريد أن نأخذ التبرعات هذا لا يعني شيئا لأنه سيأخذها المغاربة المغاربة والمغاربة 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 أجراءوا على والديكم هذا العلوي أجراءوا على اليوم 10 من المغاربة ومتمنى أن تكون الرسالة وصلت تحييى لكل أخوات وطنكشو إلى الملتقى